موهاب انت راجل كنت بتلعب مع الاهلي ومركز جدا ولحد اخر سنة بتشتغل بشكل كويس جدا وانت مفروض هتطلع للاحتراف مظبوط امت اتحسن موضوع الاحتراف بتاعك ده والله اتحسن من بعد يعني بعد ما دخلت من انتخاب اول جالي كذا فرقة وكده وشفت ايه الفرقة المناسبة لي يعني بس فبعد كده يعني بعدها تكلمت مع الفرقة وتكلمت مع مجلس الادارة يعني وشرحت لهم وجهة نظري ان انا يعني عايز احترف من سن يعني دوت وكده وبس يعني وانت في اللحظة دي وانت بتختار كان عندك اكتر من عرض ولا هو عرض دعك هتجايلي كذا عرض بس يعني انا اخترت فرقة دي تحديدا عشان فرقة يعني بتنافس شوية في الدور الفرنسي ويعني حتى مشروع وفي لعبة مصري يعني محمد سند ودودو بس دودو ماشي بس يعني بمعاني لعب مصري يعني مروحش مغدود لوحدي او كده يعني خدت ندية تبقى خطوة كويسة يعني لي كلمت مع سند قبل ما تاخد الكرار ده؟ اه طبعا يعني سند بكلمني من الاول اصلا على الفرقة ايه اه هو قال لك ايه بقى يعني هو ازاي اللي وجه لك تفكيرك انك تروح لها والله يكلمني في الاول قال لي ان اه اه الفرقة رئيس النادي شافك وعايزك وكده وقلت له طيب خلاص خلينا نشوف وكده بس يعني المفاوضات فضلت حبة كتير يعني بس كانت ماشي يعني بطريقة ثالثة يعني في الوقت ده انت بتبعى مع النادي الاهلي وفي نفس الوقت انت في نماك انك رائح تحترف يعني يعني كنت تفكر في الموضوع بس في نفس الوقت مش عايزة اصر في ما اصرش ما اصرش في ايه لحظة واحنا شوفنا انه ما اصرش يعني ما اصرش بشكل رائع جدا طيب